اشتركوا في القناة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله منوها بأن تطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي أولوية من أولويات العمل الحكومي وتمنيا المجلس للقائمين على المركز كل التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم النبيلة بعد ذلك أشهد مجلس الوزراء بيقظة الأجهزة الأمنية والتي أدت للكشف عن عمليتين إرهابيتين استهدفتا تفجير جهازين الصراف الآلي لأحد البنوك الوطنية في منطقتين لنعيم وجد حفص مشددا بأن الحكومة لن تتساهل في أي أمر يعرض أمنى وسلامة المواطنين والمقيمين للخطر وجهودها مستمرة في تحقيق التنمية والأمن المستدام للجميع ثم استعرض مجلس الوزراء مستجدات التعامل مع فيروس كورونا كوفيد 19 مجددا المجلس التأكيد على همية رفع درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ التطعيم المضاد للفيروس وشددا على ضرورة الوعي بمتطلبات هذه المرحلة من مواجهة الفيروس والتي تستدعي من فريق البحرين من مواطنين ومقيمين التقيد بالتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا مقدما الشكر والتقدير للكوادر الصحية على ما توالي بذله من جهود كبيرة من أجل حفظ صحة وسلامة الجميع عقب ذلك أشهد المجلس بالجهود التي توالي بذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لتغليب الحلول السياسية للأزمة اليمنية ضمن مساعيها المتواصلة لإحلال السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ورحب المجلس في هذا الصدد بما جاء في خطاب فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بجأن التعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة للتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها وبتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن انضمام مملكة البحرين لميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي والذي يستهدف تعزيز التنمية الرقمية والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العضاء مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل مشروع قانون غرفة البحرين لتسوية المنازحات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يقضي التعديل بإضافة اختصاص جديد للغرفة بالنظر والفصل في المنازعات التجارية بين الشركات المرخص لها بقانون الشركات التجارية مع استثناء بعض الحالات مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول تعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية والذي يستهدف تطوير العمل القضائي وإفساح المجال أمام المحاكم بالتعامل مع الدعاوى المقامة بلغات أخرى غير اللقة العربية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تمويل إنشاء مركز جديد للتحكم في شبكات الكهرباء والماء مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن المواد الخطرة ومواقع تخزينها وأليات التفتيش عليها والأعمال التي قامت بها اللجنة المختصة بذلك وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات مذكرة سعادة وزير شؤون الإعلام بشأن اشتراكات الوزارة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول ردود الحكومة على ثماني اقتراحات برقبة ومشروع تعديل قانون مقدمة من مجلس النواب ثانيا استعرض المجلس الموضوعات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن التقديرات الأولية لنتائج المالية للسنة المنتهية 2020 والتي أظهرت التزام الحكومة بسقف المصرفات العامة المعتمد في الميزانية على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على المستوى المحلي والدولي وانخفاض أسعار النفط عالميا مذكرة المشتركة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير الأشغال والشؤون للبلديات والتخطيط العمراني بشأن آخر مستجدات تنفيذ المشاريع قصيرة المدى لتحسين حركة تدفق المياه عبر خديج توبلي وذلك بتطوير وتوسعة المجرى المائي وتوسعة قناة المعامير وتطوير الجسر البحري جنوب القناة